السلام عليكم و هلين فيكم في فيديو جديد اليوم سوف نرى انطباعنا لل iOS 14 لبيتا السادس طبعا حطيت هنا بوست قبل يومين مثل ما نرى هنا و هناك تعليقات سوف نجاوب على بعض التعليقات التعليقات التي تكون لل iOS 14 مش اسئلة ثانية ما سوف نجاوب عليها آسف فكبداية بتكلم عن رأي البطارية رجعت بالنسب لي البيتا الخامس كان أفضل من البيتا السادس فاستخدام البطارية لكن ما رح أقول لك أنه سيئة جدا لكن الخامس أفضل بكثير يعني يا الخامس يا iOS 13 iOS 14 لا مش عجبني استخدام الجهاز ثبات حق الجهاز ممتاز ما فيه شي الآيباد شفت شوي فيه كراشات أكثر مع أن يستخدم الآيفون أكثر من الآيباد لكن الآيباد تستخدم في دراسة لكن كراشات أكثر من الآيفون سوي على الضبط المصنع لكن للأسف إلى الآن نفس المشكلة الأشياء الثاني شوي الإيميل وأنا نستخدم يميلين تنينよ وأجرب هم الأشياء الآيفون الرسمية أجرب أني أحب اليميل الرسمية وما بعجبني إلى الآن فحاول أني أشوف شئ جميل برضو إذا كلتني رسائل ما تجعني على الأشياء الرسمية يتأخر الإيميلات الثانية أسرع من ما تجعني هنا منشغل البوش ومنشغله في كل شيء في نفس الوقت وكل شيء لكن ما أدري ليش الإيميلات الثانية أو البرامج الثانية يأتي لإيميلات أن تأتي أسرع فأوفر اول ممتاز لكن يجي تصور برضو فيديو من نفس الكاميرا الرئيسية لحق الجهاز طلع لي هنا حرارة في الجهاز بقوة يعني ما مادري ليش كني تحس انك قاعدت لعب شيء قوي ومعننا مادري بس والمشكلة دي تجيني كتر شيء في الكاميرا الرئيسية سناب شات ما سناب شات ما تجيني دي المشاكل أداء الجهاز ممتاز ما في شيء أول ما حددت الجهاز قمت أقدر أضغط هنا و أفتح لكن بعدها بيومين مثل ما تشوفون ما أقدر أضغط في السجسشن هذا ذا نفس الشورت كات ذا مش برامج أنا أصفهم ما أقدر أضغط هنا أقدر أضغط أي جهة ثانية لكن دي الجهة ما أقدر أضغطها فالمشكلة رجعت عندي كانت عندي مشكلة برضو أول ما نزلت تسوتير هذا البيتا سيكس هذه كانت تشتغل لكن اليوتيوب لو أفتح اليوتيوب أي فيديو عندي لحق مثل ما نقول الوضوح حق الريزولوشن يكون 4K ما يشتغل ما كان يطلع لي خيار 4K في الفيديو لكن بعدها بيوم يومين طلعت عندي ما دريش سالفة يعني قبل فيها تحكم كثير على السوفتوير غير السوفتويرات الثانية يعني بعض الأشخاص يقول لك أصلا حتى الليبرالي هنا آخر واحدة كان ما عنده أذر يقول فجأة طلع أذر عنده كيف؟ يعني هل في تحكم من الشركة نفسها من الفيديو يمكن بعض الأشخاص برضو حصلوا أن بكتشر ان بكتشر قمت تشتغل في الآيبادة الآن بكتشر ان بكتشر تكلمت عنها أنه في نفس اليوتيوب يعني أنك لشقلت فيديو في اليوتيوب تطلع يتم شغال الفيديو عندك في نفس برنامج اليوتيوب فهذه حركة حلوة مع أن اللي في الآيباد اللي بكتشر ان بكتشر محطوطة من iOS 9 لكن اليوتيوب تتفكر فأتوقع أن البكتشر ان بكتشر ستشتغل عندك على ما ينزل iOS 14 نشوف قد كأوفر اول منذ ما قد تكون بطارية شوي استخدامي ممش عجبني في البطارية لو بنشوف هنا طبعا نحط وقعد يشحن لان قاعدة هذه تشحن لو بنشوف البطارية هنا لا أدري مما تحطيتها لكن كان عندي ميتنج وحاطة نشوف الآن معاكم كم راح يعطيني فصلت تقريبا الصباح نحن نشوف التأخير هنا كلها بس عشان البطارية طيب نحن نشوف استخدامي يعتبر كويس يعني يشوف من الساعة سبع الصباح كان فل اللي نقدر نقول 12 و 1 ونص وصار 60 يمكن حلو مع الاستخدام هنا كامل يعني من الصباح هني جالس وقمت استخدم الجهاز مثل ما نشوف تعتبر اوكي لكن بيته الخامس كان افضل بكثير فاني انتظر قدام شو بابرش بتسوي برضو عندي مشاكل في الكالندر او في التقويم يعني هنا استخدمت تقويم كثير لحق المواعيد اللي عندي يتأخر اذا سويت ستب على الكمبيوتر ما امرض يسوي هنا أصلا سويت ستب ثاني هنا وانتظرت ساعة ساعتين ثلاث ساعات فجأة طلع ما ادريش سالفة فالمهم انه في تأخير هنا في الكالندر من الاي كلاود يمكنك المشاكل في الاي كلاود نفسها يمكن الاي كلاود يكون سيستم ففترة ويتعدل ما يحتاج مش شغل البيت نفسها او سير فرات رسدي نشوف تعليقاتك ما حين ليلة الفون صار يستهلك شحن في وقت الاستعداد وقت النوم على حسب جهازك خلاص العمر حق جهازك والاشياء التي تستخدمها تسوي على ضبط المصنع العددات عامية على التعيين عدد الحين جميع العددات اول خيار وسأوها وراح يضبط ان شاء الله اذا ما ضبط اعرف ان عمر بطارية جهازك خلاص بدأ اتقل اهم شي عندنا الانستجرام والنظام والحمام والتلهاته بالالعاب والشحن هذا الشي ما رح تضمنه حين هذا تضمنه في الاخر بيت او ال gold فما رح تقدر تغرر على حين يعني مثل ما قلت لك اس5 كان بطارية كويسة ايو 6 بطارية بالنسبة لي مش كويسة غيري عندك كويسة انا عندي مش كويسة اختلاف على حسب الجهاز على حسب استخدامك وعلى حسب البيت اللي عندك فهذي الغرار حق هذا الشي لازم تشوه في النهاية فالنسخة النهائية طيب انا كان عندي surface مشقل سويت لها software اوكي تنصحين رجلها ما ننصحك انك تروح له فانت رحت لو رجعت ما ننصحك انك ترجع مرة ثانية للبيتة ما ننصح اي شخص نزل البيتة لتطبيق الملفات اي ملف احدها من يكون مهذفات بس اكون ملفات على حسب نظام حقك ما فهمت انك تتكلم حين على البيتة ولا لا كل تحديثة نظام المؤتمر تذكر عبر زيارة سرعة في النظام 12 زيارة نظام ريس عبر ما ما ذكرت زيارة سرعة في النظام في النظام بالنسبة لي ما حسنتي بفرق لكن زيارة سرعة يكون الجهاز الموجودة حين واخر جهاز نزل من السنة واللي قبل لازم يكون بطيع على حسب إذا كان نضع ميزات على حسب الجهاز حق في هذه الأشياء قبل مشكل مرة قبل في AUS 12 تكلمت عن الالف انه كان في مشاكل قوية فضبطت أشياء كثير وهذا اللي سود الشيء طيب صفحة البطارية كانت 6-9 زيارة 3-9 يوم انه 6-9 أكثر من شهر على حسب نزول البطارية على كم يوم وهو الجهاز لا يسوي رفرش لنسبة البطارية لجهازك يعني البطارية حق جهازك لها إلا وقت أكثر وقت التحديثات فمثلا عندما نزل التحديث جديد هو يسوي رفرش أو يشيك على البطارية ويعطلك إياه هنا بعض أشخاص صارت عندهم مشاكل في البطارية من البيتا فرمته الجهاز رجعه للنسخ الرئيسية تعدلت البطارية حقاته لأن البيتا لم تتعطيك رائعة حقيقية أحيانا لحسب الجهاز حقيقك لأن البيتا يمكنك مشاكل فالمهم لو صرت 70 تستطيع تغيرها فالحسب جهازك والأشياء والبيتا النسخة التجربية فيها مشاكل هل تأثر على البطارية ستأثر في المدى البعيد يمكن استخدامك يوم يومين بتأثير البطارية عندك كسوفتوين ستأثر على البطارية ويخرب البطارية وضعه وترجع على النسخة غديمة من تردي خربتها خربت فيزيكل في البطارية التحديثات كويسة مستغيرة لكن موبايل يسخن قوي دين مشكلة وجهتني معرف لماذا نازل الاصدار لحق الCOVID-19 تكلمت عن بطارية تكلمت عن حمل أنا سمحت بدي شرح منك على نسبة البطارية اتمنى تكون بطارية كويسة وامتي والله ما فهمت لكن تكلم عن نسر البطارية سويت فيديوهات كثيرة في القناة لحق نسر البطارية واشيالي في يوم دخلت البيتا وبطارية ضعيف ويسخن بسهولة لنلعب ليس كما أصدار أوكي شي طبيعي وعلقت بساعة بتسوي فيها طيب بتروح بتركب الكمبيوتر لا ما تركب الكمبيوتر اشب تسوي لازم تروح الضمان الضمان هل بيطلع يقول لك أنت بنزل البيتا أنت المسؤول عنها ولا لا ما تدري يعني إذا نزلت البيتا على الساعة حقيتك وعلقت وصار شي ما رح تقوم بتفرمتها في الكمبيوتر لازم توديها شركة أبل نفسها يعني المشاكل أنت اللي نزلتها وأنت لازم اللي تكون واعي بهذا الشي والمشكلة أنت اللي سويتها فأبل وتروح لها بتقول لك أبل أنا ما قلت لك نزل البيتا وأنت البروفايل اللي محملة ومثبتة رح يقول لك في مشاكل الأشياء دي أنت من نفسك وموافق عليها فأنت اللي وفقت على الشي وأنت المشاكل حال المشكلة ترتفاع حالة عند الجهاز أنت تشحن باوربانك ما دري عن أنكر وغيرها بعد الشي حنسرع لازم يسخن جهازك وتستخدم لازم يسخن هل أقدر أشقل اليوتيوب على 4K وأن الجهاز A تقدر سوينا هالحركة أنا أشقل على 4K والشاشة حقتي ليس 4K هل إذا نزلت اللين العام ونزلت تحليث رسمي في محي البيتا سويت فيديو تشوفه في نفس الغناة ونفتح الغناة وتشوف الفيديو لا أطلع من هنا لكن الفيديو موجود في الغناة أنا عندي المكروم يشتغل على المسنجر المسنجر واتساب تحليث البيتا ما هي المشكلة بعد ابنك المشكلة أنك أنت محمل البيتا هذا المشكلة هذا المشكلة هذا هو موجود أنت حملت البيتا لازم حدثت هذا النس وصار عندي في شاشة القفل لون ما 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 في أسئلة كلها مشاكل ما ما قدر أجيب لكم حل حل أي مشكلة تكون موجودة أنك تفرمت جهازك ولا تنزل البيتا هذا الحل أنا أسئلتكم كنت أتمنى أن هناك أشياء أفضل من هذه أسئلة المشاكل التي عندكم أنت تتوقع أنت تدور حلول أنت ما تدور حلول أنت تنزل بيتا توهق بالأشياء اللي منزلها عندك مشكلة روح ابحث عن برنامج اسم feedback افتح feedback وضغط هنا حط ios وكتب مشاكل اللي عندك وكتب كل شي ورفع قبل أنت تتوقع أنك رايح البيتا عشان بتشوف الميزات لا ترى بتواجهك مشاكل وتخرب جهازك داخلي كان بغيوم ويوبط نزل التحريث فيه أشخاص يقول لك على نص الشهر ناس يقولون 17 سبتمبر ناس يقولون لا في نهاية سبتمبر ناس يقولون بداية سبتمبر فتوقع من نص سبتمبر لنص اكتوبر 100% راح ينزل في ذو الوقت فعطها 3 سبيع إلى 4 سبيع إلى 5 سبيع بطارية ثم لدى لدى تكون في تعليقات هنا قبل ما ينزلت الرسمي صح بس انك متى تعرف النتائج الرسمي عق اللي بنزلي مكنت قلما تحدث لحق الجيم نسخة الجولد وتكلمت عن الفيديو ذاك اللي هي أصلا الردي النهائية أنا ما فهمت هل تم أرجاع ميزة اللمس عبر البلتوث شنه ميزة الرمس يعني كيف ما فهمت متمر أبو العلان فيديو مودد في القناة سويت عن متمرات هل عندك نفس المشكلة إذا حطيت الآيفون بالوضع الأوفغي ونزلت الإشعارات تكون الساعة والوقت خلف الإشعارات لا ما عندي المشكلة فإذا عندك المشكلة هات خش العددات عامي على التعيين على العددات و رح تضبط بإذن الله معالج الآيفون أفضل من أو لأيوس إلافن لأيوس تولف صار أفضل من على حسب الجهاز على حقك على ساب كل شيء إذا تبي ميزات جديدة ونستنز مثلا لأيوس 40 بالنسبة لي مش ديك الميزات القوية لكن لو حطت ميزات قوية قبل وإن جوالك قديم تقول أو قبل لماذا لم نزلت عندي الميزات هذه طيب إذا هناك ميزات قوية سأتتقع الجهاز لا يوجد ميزات مثل اس 14 بالنسبة لي لا يوجد الميزات التي ليست قوية كيف نزل النسخ الرسمية إذا كانت عندي نسخة بيتا فيديو سويت محمد حافظ سويت في القناة سأخبركم الفيديو حين سأخبركم الجهاز 7 بيتا عندي ممتاز بصراحة سأخبر ما نزل نسخة ما دريلي أحس أن ماهتم لأداء الزي ما نبي ميزات جديدة تحسين في الأداء وعمر مديد خلصنا من التحسين الآن نحن نحق ميزات وعمر مديد البطاريات هذا النظام أصبح شبه كامل ميزات لكن عمر مديد وردي بطارية أنا أتكلم لكم أنه في سلبي الف كل شي لكن البطارية ممتازة إذا جهازك iPhone 11 11 Pro و 11 Pro Max بطارية ممتازة الأشخاص الذين يتكلمون عن كيف أنزل النسخة الثانية وكيف أسوي الأشياء هنا نزلت لكم فيديو هذا هو الفيديو الأشخاص الذين يتكلمون كيف أنا نزل النسخة وإذا نزلت النسخة كيف أرجع النسخة الرسمية ومشاكل والأشياء وكيف تنزل الرسمية ونزلها افتح الغناع عندي انزل تحت هذا هو الفيديو ويشتغل عندك 4K هذا الفيديو كامل جوابت على سؤالك جوابت على كل شي انت شوفوا الفيديو هذا بس فهذا الأشياء كلها تكلمتكم عن المشاكل وتكلمتكم عن الأشياء في مشكلة بالنسبة لي واجهتني في الآيفون وما أدري هالمشكلة من الويرلس عندي مشكلة من الآيفون عندي يبي لي أجلس عليه يومي ثلاثة أيام اللي هي الويرلس ونشوف هل المشكلة هذه من نفس السوفتير هذا ولا من نفس الراوتر اللي عندي مع أنه الراوتر عندي ما في مشاكل من زوان لكن واجهتني هنا واجهتني من كيميوتر كيميوتر مش بيت عندي فما ديش تسأل فبس ففي نهاية الفيديو تنسون اشترك والغناة والاشتراك في حسابي وفي سناب شات شارع في ضلاتكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع وفي تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون مفضل دعاكم والسلام عليكم